أكد مسؤولون أمميون أن تعذيب الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل جريمة ضد الإنسانية وأشاروا إلى أن استخدام التعذيب والعنف الجسدي في سجن سدة إيمان الإسرائيلي يعد غير قانونية قال المسؤولون الأمميون أن ممارسات التعذيب غير القانونية تشكل جزءا من أسلوب عمل النظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيء السمعة محذرين من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاوماتهم للاحتلال وندد المسؤولون الأمميون بالصمت الدولي بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب وطالبوا بوجود دولي مستقل لمراقب حقوق الإنسان